السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا المسلمين ورحم المسلمين وكفى المسلمين وتولى المسلمين وهدى المسلمين أقول أن الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأقول ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم حين دعيت إلى هذا بلغني أن عنوانا المقام والمقال فصل المقال في آيات القتال صحيح وهذه دعوة مباركة أن يسمعها المسلمون الحق وأنا أشد على كل فضاء ينفع المسلمين ويحدثهم بما ينفعهم فصل المقال في آيات القتال فصل المقال كله في كل أمر الدين أن القول ما قال الله وقال رسوله أن الحكم المحكم إنما هو النص المنزل من الوحي من الكتاب وما نطق به النبي الذي يوحى إليه أما ذاك المؤول هوى ورأيا فليس من الدين في شيء وأريد أن أخفف عن المسلمين درن الرأي وهيبة المشيخات الذين قالوا بآرائهم ما أبطلوا به الوحية فلا تعظموا أحدا بين يدي الله ورسوله ورب العالمين ما قتل المسلمون إلا بتعظيم غير الله وغير رسول الله اختلفوا على الكتاب فقاموا عنه بالدم قال عليه الصلاة والسلام مراء بالقرآن كفر اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه هذا القرآن فما بالكم بالملك إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفتم في القرآن فقوموا عنه الآن يختلفون على الملك ويذبح بعضهم بعضا على الملك أما النص المحكم فكما قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فصل المقال أن ما قال الله وقال رسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة قال عليه الصلاة والسلام وهذا من عظيم وحي الله إليه قال سيكون اختلاف وفرقة أين المشيخات أين الأحزاب والفرق التي ذبحت وخربت ودمرت قال سيكون اختلاف وفرقة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يحسنون القيل ويسيئون الفعلة اسمعوا يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء اسمعوا التأويل قال يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم بهذا خربت ديار المسلمين بهذا رحلنا إلى الله قتل المسلمين بالتأويل بالرأي بالمذهبيات هلكت هذه البقية الباقية من هذه الأمة بالرأي والتأويل أحرز عليكم أحرز عليكم بعد 1400 سنة أن تقولوا في هذا الدين غير قال محمد لا يقول أن أحد في هذا الدين غير قال محمد لا تنفخوا في الأشياخ ورب العالمين ما قتل المسلمون إلا بعد النفخ في الأشياخ والنفخ في رأي الأشياخ ومذاهب الأشياخ والطوائف والفرق لو أن الأمة بقيت على ما كان عليه نبي الله ما قتل عثمان ولا قتل علي ما ظنكم برأي تأوله أصحابه قتلوا رجلا كعلي قتل عثمان رغبة الدنيا قتلوا عثمان للدنيا قتلوا عليا تأويل القرآن كفروا عليا لا تأسوا لا تأسوا إذا انتهى بالناس اليوم بعد تأويل الرأي أن يقتلوا ضعفاء المسلمين قتلوا عليا رابع أربعة زوج بنت نبي الله جد من ينتظر المسلمون قتلوه تأويل الرأي في صلاة الفجر بما بالرأي والمذهب بالرأي والهوى الهوى وثن قال تبارك اسمه أفرأيت من اتخذ إلهه هوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة